تعزية واجبة للجزائر الغالية لبلد وارض الشهداء والتي جادت بالشهداء كما لم يجود غيرها تعزية واجبة للجزائر شعبا وحكومة بعد رحيل القايد صالح الله يرحمه رئيس الاركان ونائب وزير الدفاع الجزائري الملفت في رحيل القايد صالح هو التوقيت شاء القدر شاء رب الكون ان يكون رحيل القايد صالح بعد سويعات من تسليم الحكم لعبد المجيد تبون عجبك ما عجبكش مش السيناريو زي ما كنت متخيل زي ما كنت حابب عكس ما كنت تريد في النهاية الرجل رحل في توقيت مدهش الحقيقة بعد ساعات من تسليم الحكم بدون نقطة ضماء واحدة حراج جزائري استمر اكتر من اربعين اسبوع بشكل مدهش ملايين في الشوارع حصل التجاوزات حصل التجاوزات ابدا حصل ابدا على ناس لكن بدون نقطة الدم واحدة عارف لو لو كان القدر كتب ان القايد صالح يموت قبل تسليم الحكم بكم يوم كان الوضع اختلف كثيرا في الجزائر رحيل القايد صالح في هذا التوقيت فكرني حقيقة مع الفارق طبعا برحيل فنان مصري معرفش اهلنا في الجزائر تقد انه فنان معروف الله يرحمه عزة ابوعوف عزة ابوعوف له ما له وعليه ما عليه الله يرحمه هو عند الحكم العدل الله يرحمه هو وكل موتانه المهم جاء رحيل عزة ابوعوف في توقيت مدهش في ذكرى الانقلاب ده الفنان عزة ابوعوف ذكرى الانقلاب اه اه اللي حصل في مصر الناس كانوا بتتداول فجأة سبحان الله شوف ربك شوف ربك لما يؤمر فجأة الناس تتداول فيديوهات لعزة ابوعوف فيديو شهير جدا لعزة ابوعوف قعد تتداوله في ذكرى الانقلاب وتقول والله راجل محترم قال كلمة الحق تعالوا نتذكر هذا الفيديو اعلن عدد من القوى الثورية ابرزها حركة كفاية ستة ابريب الاسكندرية كلنا مستقلون من اجل مصر يعني مجموعة من الحركات الثورية دعمها وتأييدها لللجنة التنصيقية لتدهورات 30 يونيو ده كلام اللي حينزل يوم 30 يونيو طيب انا ممكن بعد اذن حضراتكم جميعا اعلق على الخبر ده بس التعليق ده يا جماعة وبقول السادة اللي في الكنترول احتفظوا بي ارجوكم ليه بقى لانه مهم قوي انا بقول لكم حاجة دلوقتي بلاش 30 يونيو ليه اتعلموا من اليهود اليهود فضلوا من ايام عبد الناصر بيرسموا على موضوع سد النهضة بتاع اثيوبيا جم ينفذون النهاردة بعد حوالي 50 سنة رأت بشويش استنى هو فضل 3 سنين استنى 3 سنين دول عشان تبقى الشرعية معاكم لكن هتتخانقوا من دلوقتي هيحصل خناقة جمدة اوي 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 بدون داعي لان هم الصراحة معهم الشرعية وانتم الصراحة لكم حق او احنا لنا حق في ان احنا بنقول لا كفاية بقى لو دخلنا في بعض هيحصل خناقة هيحصل فيها دم كتير قوي لو استنىنا كده 30 سنين دول هيخلصوا هيخلصوا ربنا يدينا ويديكم طوط العام وساعتها يبقى لنا كلام تاني ده راي خدوه وحطوا حوالي دايرة كده لغاية ما تعرفوا الكلام ده معناه ايه بعدين بس تملي حضرتكم ثلاث سنين ممالو مش احسن ما يبقوا 30 لا هو يا ثلاث سنين يا ثلاثين يعني برضو افضل رفع ادي وبتعاقب وشي في الحيط لو ما سنتيش التلاثة دول في احتمال كبير او يبقوا 30 لا لا او الله لا 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 عشان كده بقول لكم احتفظوا بالكلام في ذكرى الانقلاب شعب المصري في كل وسائل التواصل الاجتماعي كان بيتداول هذا الفيديو هو اكتر الاشياء تداولا في الاربعة وعشرين ساعة قبل رحيل عزة تبعوف الناس تذكرته وقعدت تقول والله رغم ان عزة تبعوف بعدها حاول يصلح الغلطة دي كتير وحاول يعدل الامور مع العسكر وكده لكن الناس شوف ربك الهمهم ان الناس تتذكر هذا الفيديو بعدها بسويعات راحل عزة تبعوف فتحرق فترحم عليه الشعب المصري باكمله نسوا الحلو والوحش افتكروا بس تلك اللقطة تذكرت رحيل عزة تبعوف مع رحيل القايد صالح ليس سرا لما نقول لحضراتكم موقفنا واضح طول الوقت كنا اطلاقا لسنا مع السيناريو ولا مع طريقة القايد صالح ولا مع اداؤه ولا مع اي شيء كنا مختلفين تمام لاختلاف حبا في الجزائر وحبا في الحرية والعدل او هكذا انا ازعم لكن اللي ادهشني مش ان الجزائر تحررت ومش ان الجزائر بندعي ان الجزائر تكون لا الطريق الخلاص اللي ادهشني هو توقيت الرحيل بعد تسليم السلطة لانك لو 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 افترضنا حالة جدلية ولو مهمة جدا في علم السياسة لو راحل القايد صالح قبل يومين ثلاثة من تسليم تبون دنيا بتغلي عدش قبل المشهد ناس كتيرة يعني درش تتجاهلهم ومزاهرات ورحلوا ما سلمش السلطة كان الوضع هيكون لو تتخيلوا الدقائق وضع صعب جدا بغض النظر عن السيناريو بغض النظر عن الايام القادمة في تقديرنا البشر المتواضع ان توقيت رحيل القايد صالح كان توقيتا نموذجيا هو عند بقى الحكم العدل اللي هيحسبه برحمته وعدله لا يرحم كل موتان هكذا اعلن التلفزيوني الجزائري عن رحيل رئيس الاركان ونائب وزير الدفاع السلام عليكم اليكم هذا البيان من رئاسة الجمهورية يعلن رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الاهل للقوات المسلحة السيد عبد المجيد تبون انه ببالغ الحسر والاسى عن وفاة المجاهد الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الذي فجأه الاجل المحتوم صباحا هذا اليوم الاثنين الثالث والعشرين ديسمبر الفين وتسعة عشر على الساعة السادسة صباحا بسكتة قلبية المت به في بيته ونقل على اثرها الى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة السلام عليكم اليكم هذا البيان من رئينا لله وانا اليه راجعون وعلى اثر وفاة المجاهد الفريق احمد قايد صالح قرر السيد رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الاعلى للقوات المسلحة السيد عبد المجيد تبون اعلان اعلان احداد وطني لمدة ثلاثة ايام ولمدة سبعة ايام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي واثرى وفاة الفريق احمد قايد صالح عين رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الاعلى للقوات المسلحة السيد عبد المجيد تبون اليوم الاثنين الثالث والعشرين ديسمبر الفين وتسعة عشر عين اللواء سعيد شنجريحة رئيسا لاركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ان الاله وان اله راجعون ان الاله وان اله راجعون اذا الملفت في هذا الموضوع هو زي ما قلت لحضرتك توقيت الرحيل اللي خلى حتى الناس المختلفين نهاردة وانا بتابع وسائل التواصل جزائريين اللي شايفين ان اللي عملوا قايد صالح غلط وانه هذا لم يكن الطريق الامثل زي ما احنا شايفين وما زلنا لكن بنتمنى كل التوفيق نتمنى ان نطلع غلط نتمنى بكل صدق وامان ان احنا نطلع غلط ويطلع ان رؤية القايد صالح كانت افضل ده نفسنا في ده لا نعتقد ذلك لا نعتقد ذلك لكن نتمنى ذلك بكل الحب لهذه الارض الحقيقة ارتوت كما لم ترتوي ارض عربية بدماء الشهداء طلبا للحرية لكن التوقيت خلى حتى المعارضين نهاردة الناس تكتب التوقيت كان مذهلة وطول ما هناك حياة لا تتوقف حكمة القدر وحكمة القدير رحل القايد صالح قايد صالح في السطور لا شك ان ظروف السياسية الصعبة التي مرت بها الجزائر خلال السنوات الماضية جعلت من القايد صالح رجل الجزائر القوية هكذا يعرفه الجميع خاصة انه اوعد فاوفى فسلم السلطة ولم يخدع شعبه بشعرات كاذبة تسكنه حتى يجهز على رئاسة البلاد ولم يأمر الجيش باحداث مذابح للمتظاهرين الجزائرين منذ رفضهم للعهدة الخامسة فمع تواري الرئيس السابق عبدالعزيز متفليق عن الانظار لاسباب صحية اعجزته عن الاشراف الميداني منذ عام 2013 ازداد ظهور قايد صالح في اشغال امنية رسمية ومناورات عسكرية متتالية وبخطبات للشعب الجزائري ووصف انذاك بانه الحاكم الفعلي للبلاد واعلن عن دعمه للمظاهرات رفضا للعهدة الخامسة لبوتفليقة وذلك في اكثر من مناسبة وحذر من ان هناك من يريد العودة بالبلاد الى سنوات الالم والجمر في اشارة الى الحرب الاهلية في تسعينيات القرن العشرين والتي راح ضحيتها اكثر من مئتي الف شخص والتي عرفت بالعشرية السوداء وكان احمد قايد صالح من ابرز قيادات الجيش الجزائرية خلال فترة العشرية السوداء واكد ان الجيش سيعمل على ضمان امن البلاد ولن يسمح بالعودة الى عصر اراقة الدماء الخميس الماضي التاسع عشر من ديسمبر عام 2019 كان اخر ظهور لقائد اركان الجيش الفريق احمد قايد صالح حين جرى توسيمه بوسام بردبة صدر الاستحقاق الوطنية من قبل الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون ومات عن عمر ناهز ثمانين عاما ولد قايد صالح بمنطقة عين يقوت بولاية باتنا شرقي الجزائر في الثالث عشر من يناير عام الف وتسعمائة واربعين التحق وعمره لا يتجاوز سبع عشرة سنة بالحركة الوطنية مناضلا ثم جنديا في جيش التحرير الوطني انطلاقا من الولاية الثانية للثورة عين منذ اغسطس عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين قائدا بالعديد من الفيالق لجيش التحرير الوطني وتدرج قايد صالح في المسئوليات العسكرية بعد الاستقلال حصل على ردبة الواء في الخامس من يوليو عام ثلاثة وتسعين لتتم ترقياته بعد عام أربعة وتسعين قائدا عاما للقوات البرية وبعد اثنتي عشر سنة في المنسب عين قائدا لأركان الجيش الوطني الشعبي من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلفا للفريق محمد العامري في عام الفين واربعة ثم نال ردبة فريق في عام الفين وستة التاريخ العسكري للقايد صالح هو تاريخ حافل يمتد إلى أكثر من ستين عاما بدأه في صفوف جيش التحرير خلال ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي وهو ما يجعل قايد صالح من بين القيادات العسكرية الثورية وهو من خارج ما يعرف بمجموعة ضباط فرنسا وهم مجموعة الضباط الذين كانوا ينتسبون إلى الجيش الفرنسي زمن ثورة التحرير قبل أن يلتحقوا في الربع ساعة الأخيرة بالثورة ولعبوا دورا مركزيا في محطات سياسية بارزة في الجزائر أبرزها قرار الانقلاب على الرئيس الشفل بن جديد ووقف المصار الانتخابي في يناير كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين وسيشهد التاريخ أن الجيش الجزائري بقيادة نائب وزير الدفاع وقائد الأركان القائد صالح لم يوجه سلاحه إلى صدور المتظاهرين ولم ترى قطرة دم واحدة على مدار أشهر من المظاهرات السلمية التي شهدتها الجزائر الشقيق إذن كل الدعاء لأرض الجزائر الغالية على قلب كل عربي وعلى قلب كل مسلم أن ربنا يحفظها ويجنبها أنها تضل الطريق التاريخ علمنا أن المقدمات بتكون مؤشر لما ستذهب إليه الأحوال وقدمات المشهد لم تكن جيدة لكن بنكذب نفسينا ونتمنى أن احنا نكون مش رهمين أي حاجة خالص لأن لما نطلع مش رهمين أي حاجة خالص فينجوا هذا الطريق يبقى دا الخير يبقى دا الخير دعواتكم بدعوا كل الملايين اللي بيشاهدونا في هذا التوقيت للجزائر أن ربنا يحفظها وأن ترسوا دولة العدل بجد والحرية بجد والاستقلال بجد في الجزائر ولا تصبح دولة لقطات ولا يصبح هو تغيير في الكراسي والمسميات ولا يصبح اليوم وغدا هو امتداد للأمس الأمس الأليم رحل القايد صالح وبقيت الجزائر ترجمة نانسي قنقر